موسيقى نشرة العراق وسوريا من الميادين السلام عليكم وإلى عنوينها موسيقى معركة القلمون تقترب من نهاياتها مع وصول الجيش السوري إلى مشارف يبرود وجلسة عاصفة للإتلاف المعارض تخللتها اشتباكات بالأيديل موسيقى برازاني يصعد المواجهة مع الحكومة المركزية ويقرر من جانب واحد تحويل حلبجة إلى محافظة وإتلاف دولة القانون يرى في القرار تفتيتا للدولة العراقية موسيقى إلى تماثل مباشر مع جبهة يبرود تقدم الجيش السوري بعد سعادته معظم مناطق القلمون المحيطة بها وفي جبهة ميدانية أخرى سعادة الجيش السوري سيطرت على قرية المصومة القريبة من إدلب في خطوة تطرح علامات استفهام حول أبعاد تحريك الجبهات في الشمال السوري أما على جبهة المعارضة فقد عاد الائتلاف عن قرار إقالة اللواء سليم دريس بعد تسوية أفضت إلى تعيينه مستشارا لأحمد الجربة استقالة وزير دفاع الائتلاف مصطفى أسعد لكن تسوية سبقتها معاركة كان نصيب الجربة أو الجربة منها عدة لكمات كما قيل هذا في الشأن السوري أما عراقيا فقد رفع رئيس أقليم كردستان مسعود برازاني من منصوب التصايد السياسي مع الحكومة المركزية عبر قراره تحويل حلبجة إلى محافظة من دون اعتماد الآليات القانونية والدستورية في البرلمان العراقي إذن سجل الجيش السوري تقدما كبيرا باتجاه يبرود القالمون وذلك من مزار عريمة من جهة نادي وكراجات يبرود والمنطقات الصناعية الجيش كان قد استعد المزارع بشكل كامل فيما أشارت المعلومات إلى انهيار دفاع المسلحين أفاد مراسل الميادين في البقاء شرق لبنان عن سقوط أربعة صواريخ في محيط بلدتي اللبوة والنبي عثمان من جانب آخر وإلى منطقة عرسال ارتفعت منذ فترة وتيرة نقل جرح المعارضة السورية المسلحة الذين يصابون خلال الاشتباكات التي تشهدها القالمون في سوريا وفي جبهة إدلب شمال سوريا القريبة من الحدود التركية سعاد الجيش السوري بلدة المسلحة قرب إدلب صباح اليوم بعد معركة عنفة مع مسلحي المعارضة تقرير دلول حديدان لا لغة في شوارع إدلب إلا لغة السلاح محاولة سيطرة المعارضة المسلحة على طريق الإمداد بين طريق إدلب المسطومة ومحيط المدينة غربية سوريا سقطت تحت سلاح الجيش السوري نحو خمسة آلاف مسلح تسللوا في الساعات الأولى من الهجوم إلى بلدة المسطومة الواقعة على جانبي الطريق الرابطة بين مدينة إدلب ومحافظة اللذقية غربا هجوم مضاد للجيش السوري أجبر المسلحين على الانسحاب بعد قتل وجرح عدد منهم بينهم أجانب عدد من القتل والجرحة كان نصيب الجيش من دماء المعركة المدنيون أيضا نالوا نصيبهم في المعركة التي دارت في محيطهم حيث جرح عدد منهم جراء سقوط قذائف هاون أطلقها المسلحون على المدينة وضعت المعركة أوزارها وتمركز الجيش السوري من جديد على طول طريق إدلب المصطوم الاستراتيجي فاتحا إياه أمام حركة المرور تمشيط المزارع المجاورة للطريق كان أمرا ضروريا لتخلص المنطقة من كل الخلايا النائمة التي قد تحاول السيطرة مجددا على المكان ومن دمشق ينضم إلينا الخبيل السراتيجية دكتور محمد الشيخ دكتور محمد الجيش السوري بات على مشارف يبرود اليوم ما هي السيناريوهات المحتملة لتقدم الجيش في تلك المنطقة بالتأكيد لابد لنا أن نشير بأن الجيش العربي السوري وبعد جولات جينيف العديدة اتخذ قرارا نهائيا بالحسم النهائي على عدد جبهات وهذا ما نلاحظه من تفعيل الجبهة الشمالية عبر حلب وإدلب وكذلك لجبهة القلمون عبر السيطرة الكاملة على مزارع ريمة والتي تشكل البوابة الرئيسية ليبرود وبالسيطرة على يبرود يتم تأمين الحدود مع لبنان ومن هذا التأمين نستفيد قطع الإمدادات اللوجستية لهؤلاء المسلحين التي تأتي عبر لبنان من جهة ومن جهة ثانية محاصرتهم أو محاصرة المسلحين في بؤرهم في الغوطة الشرقية وأقصد دير العصافير والامليحة وغيرها من المناطق لأن خط الإمدادات بعد السيطرة على العتيبة وكذلك الباركة أو الباركة هذه السيطرة أدت إلى قطع أيضا الإمدادات التي تأتي من جهة الأردن إذن الجيش السوري يعلم ويعي ما يفعل لأنه بالسيطرة على هذه المناطق تسهل محاصرة المسلحين ومن ثم انهيارات دفاعاتهم والقضاء عليهم بشكل نهائي وهذا ما قرره الجيش العربي السوري لأن انطلاقا من رغبة المواطن السوري بإنهاء هذه المجموعات من جهة وبالتالي عودت سوريا كما كانت مزدهرة طيب دكتور محمد إضافة إلى ما ذكرته إذا أردنا أن نقرأ استراتيجيا معنى سيطرة الجيش في حال سيطرة على منطقة يبرود ما هو؟ في حال السيطرة على منطقة يبرود إذن المرتفعات السورية وهي الحدود الطبيعية الجغرافيا أصبحت في حوزة الجيش العربي السوري ونحن نعلم استراتيجيا بأن من يسيطر على السماء أو من يسيطر على المرتفع فبالتالي تحصيل حاصل يسيطر على السهل فإذن سيطرت الجيش العربي السوري على مرتفعات القلمون تؤمن الخاصرة التي كانت رقوة وتؤمن تسلل المجموعات الإرهابية وإمداد هذه المجموعات من لبنان عبر مناطق في لبنان إمداد هذه المجموعات بالمسلحين وبالبشر وبالمعلومات وبالمال وبالأسلحة هذا التأمين يؤدي إلى انهيار الدفاعات بشكل أساسي إلى تزعزع أو النفسية المقاتلة أو نفسية القتال لدى المسلحين سوف تنهار الروح المعنوية سوف تنهار وكذلك سوف ينهار كل ما لديهم وتبقى المرتفعات استراتيجيا بيد الجيش العربي السوري ليمنع كما قلنا التسلل وليمنع التسليح وليمنع الإمداد اللوجستي لهذه المجموعات مما يسهل السيطرة على الداخل السوري بشكل كامل اليوم كما ذكرت أيضا في بداية حديثك دكتور محمد أن الجيش سيطر على بلدة المصومة يعني فتح جبهة في الشمال أيضا ماذا يعني ذلك هل هو يرتاح في منطقة يبرود وبالتالي هو يفتح جبهات أخرى بالتالي هو يفتح جبهات أخرى لعدة أمور استراتيجية عسكرية طبعا الجيش العربي السوري نحن نقول بأنه حقق معجزة عسكرية إذ انتقل من كونه جيش كلاسيكي يقاتل في جبهات مفتوحة إلى جيش يقاتل على عدة محاور وعدة جبهات وكذلك يخوض حرب مدن إذا صح التعبير فبالتالي الجيش العربي السوري عندما يفتح حد الجبهات سوف تتوزع قوى هذه المجموعات المسلحة على عدة جبهات أيضا فبالتالي يسهل أو يسهل مهام الجيش في القلمون بانزياح أو بفصل هؤلاء المسلحين إلى جبهتين أو ثلاث جبهات فبالتالي مما يسهل على الجيش العربي السوري كسر هذه المجموعات إذ أنه أسهل بكثير أن يقاتل على عدة جبهات وأن يقاتل على جبهة واحدة تأمين حركة الالتفاف لهذه المجموعات من جهة وكذلك تبديد الجهد وتوزيع جهد هذه المجموعات على عدة جبهات لأن الجيش العربي السوري هو الأقوى في هذه المرحلة وهو الأقدر على تحقيق النصر من عدة جبهات ولكن دكتور محمد نعم دكتور محمد هذا لا يعني بالمقابل توزيع جهد الجيش السوري أيضا على عدة جبهات نحن قلنا في البداية بأن الجيش السوري هو الأقوى لذلك توزيع أو فاضل قوة الجيش السوري إذا وزعت تكون أكثر بكثير من فاضل قوة المسلحين إذا وزعت فبالتالي توزيع جهد المسلحين سوف يسهل على الجيش العربي السوري كسر هذه المجموعات على هذه المحاور التي وزعت عليها لأن فاضل القوة في التوزيع لصالح الجيش العربي السوري طيب تم الترويج في الآوينة الأخيرة لفتح جبهة الجنوب بغيت إقامة شريط عازل في منطقة الجولان السوري طيب إلى أي مدى هناك حضوظ ربما لفتح هذه الجبهة هناك إمكانية لفتح هذه الجبهة طبعا من قبل معارضة نتحدث نقول بأن تسخين جبهة الجنوب والتي لم يبقى غيرها يمكن أن تكون مفعلة أو تكون داخل نطاق الخدمة إذا صح التعبير من قبل من يريد سوريا الانهيار هذه الجبهة سوف تسخن وسوف يكون هناك حرب ضروس أو معارك ضروس في هذه المنطقة لعدة أسباب للسبب الرئيسي بأن هذه المنطقة ما زالت أو بعض هذه المنطقة ما زالت يشكل حاضنة شعبية للمسلحين هذا من جهة ومن جهة أخرى هذه المنطقة كما تعلموا قريبة من الكيان الغاصب هذا القرب يؤدي إلى إمداد لوجستي لهذه المجموعات واحتضان دولة لهذه المجموعات فبالتالي هذه الجبهة هي الجبهة الوحيدة التي يمكن أن تفعل مستقبلا ولكن الجيش العربي السوري مستعد بما فيه ليس الكفاية بما فيه ما يضمن التفوق في هذه الجبهة لخوض هذه المعارك إذا حدثت لذلك أنا أقول بأن الجبهة الوحيدة المرشحة الآن لكي تكون حارة وضروس هي الجبهة الجنوبية أو المحور الجنوبي من البلاد للأسباب التي ذكرتها طيب لكن دكتور محمد تم الحديث حول هذه النقطة أنه بعد استعادة القلمون أو بعد السيطرة على القلمون سيتم تسخين هذه الجبهة السؤال المطروح اليوم بعدما يجرف القلمون وتقدم الجيش باتجاه يبرود هل من آفاق بعد لهذه الخطة يمكن أن تفشل هذه الخطة إذا أحكم الجيش سيطرته على القلمون ولكن أنت لا تتوقعين ماذا يفعلون لأنهم لا ينطلقون من استراتيجية عسكرية أو استراتيجية يمكن أن يعتمد عليها هم أقول شبه مغامرين أو مبتدئين في الفكر العسكري كما لا نتوقع من الكيان الإسرائيلي الغاصب أن يتمتع ببعد نظر استراتيجي لأن أغلب الحروب التي خاضتها وكذلك نأخذ حرب 2006 كمثال خاضتها إسرائيل لا تعتمد بعد استراتيجي أو نظرة استراتيجية لهذه الحروب التي تخوضها معظم الحروب التي خاضتها إسرائيل وهم يحاربون بالنيابة عن إسرائيل وبإشارة مباشرة من إسرائيل وبتعليمات من إسرائيل لأنهم يحاربون تحت لواء إسرائيل لا يمكن أن نتوقع منهم إلا أن يقوموا بهاجمات انتقامية ضد الجيش السوري انتقاما لما حققه من نجاحات في القلمون أو على الجبهة الشمالية أو في إدلب تحريري لقرية المصطومة يمكن أن نتوقع من هذه المجموعات أن تقوم بتسخين جبهة الجنوب لحس انتقامي وليس لأنهم ينطلقون من استراتيجية أو وجهة نظر استراتيجية حقيقية نعم إذن الدكتور محمد الشيخ الخبير استراتيجي حدثنا من دمشق شكرا لك وفق لواء سليم دريس على الاستقالة من رئاسة هيئة أركان الجيش الحر ضمن اتفاق يقضي أيضا باستقالة وزير الدفاع في الحكومة الموقعة للإتلاف المعارض أسعد مصطفى الاتفاق جاء بعد اجتماع عاصف للإتلاف في اسطنبول وتخلى له اجتباكات بالأيدي تقرير فتون عباسي رئيس الائتلاف السوري المعارض أحمد الجربة تلقى ثلاثة لكمات خلال الشجار وعراك بين قادة الجيش الحر في اجتماع في اسطنبول بهذه الكلمات عبر أبو ليلى ناطق باسم هيئة أركان الجيش الحر لوكالة الأنضول عن مدى الخلاف الذي ساد الاجتماع هو خلاف جديد قديم على توزيع المناصب مستمر من شباط فبراير الماضي تجلى هذه المرة حول اتفاق تسوية كان قد وقع مسبقا لحل الخلاف ينص على تقديم كل من وزر الدفاع في حكومة الائتلاف أسعد مصطفى المدعوم من المجلس العسكري والائتلاف ورئيس أركان الجيش الحر لواء سليم إدريس المدعوم من قادة الجبهات استقالتهما عقد الاجتماع لإقرار الاتفاق الموقع أصلا حضره الجربة وأعضاء المجلس العسكري الثلاثين وقادة الجبهات والمجالس العسكرية لم تعجب إحدى بنود الاتفاق الذي يتحدث عن توسعة المجلس وزيادة عدد أعضائها أعضاء مجلس الثلاثين فانفجر الخلاف عراكا تتناقض التصريحات مصدر سياسي في الائتلاف يقول لوكالة الأنباء الألمانية إن البحث جار في تعيين وزيرا جديدا للدفاع بينما كان العقيد قاسم سعد الدين عضو المجلس العسكري الأعلى للجيش الحر والناطق باسمه قد صرح في وقتا سابقا بأن وزير الدفاع في حكومة الائتلاف أسعد مصطفى باق في منصبه في حين أن رئيس أركان الجيش الحر اللواء سليم إدريس معزول انقسامات وخلافات نتيجتها فشل كل المباحثات التي أجريت في إعادة ترتيب البيت العسكري كما يصف مصدر آخر في الائتلاف وحول هذا الموضوع ينضم إلينا من الرياض عضو الائتلاف فأسوري المعارض زياد أبو حمدان سيد زياد ما جرى في اجتماع الائتلاف شجار لكمات أو ثلاث لكمات توجه إلى رئيس الائتلاف أحمد الجربة عراق بالأيدي كيف نفسر ذلك؟ هل هو يدخل ضمن صراع نفوذ داخل الائتلاف أم ماذا؟ مساء الخير اختي لك والسيدات والسادة والمشاهدون لا أرغب التعليق على تفاصيل جانبية في تدور في الاجتماعات أرغب الحديث عن جوهر الموضوع وجوهر الاتفاق وأقول بكل بساطة أن المعارضة السورية أو السلطة في دمشق كلاهما لم يبلور حلا ولم يبلور استراتيجية لحل النزاع الموجود على الأرض السورية وإخراجه من التجاذبات الدولية حتى الآن على العكس تماما يتم تعميق هذا الاتجاه والشعب السوري يدفع كل يوم من دمائه ومن بنية التحتية ومن كرمته الكثير نحن الآن أمام أزمة حقيقية سواء كانت سياسية أو عسكرية حيث أن الانتداد الحاصل في الجانب السياسي المتمثل بفشل مؤتمر جينيف بالوصول إلى آلية للحل وأيضا على الأرض الواقع الميداني الفشل المستمر في وقف الأجمات ووقف القتل والبرامين المتفجرة والطراع على الأرض سواء في يبرود أو في كل الجبهات الساخنة واستمرار الحصار واستمرار بوت المواطن السوري أو المواطنين الذين هم بحكم السوريين فالإخوة الفلسطينيين في مخيم الياربوب والأطفال والنساء كل هذا يدل على انصداد حقيقي في الأزمة السورية نحن الآن سيدتي يجب أن نركز على هذه الأمور الجوهرية التي تضمن إنهاء الصراع وتضمن انتقال سوريا إلى حل سياسي ينهي هذا الصراع لكن سيد زياد جرى موضوع معين بالأمس جملة تعينات استقالات أيضا وتعينات جديدة داخل الائتلاف لا يمكن التغاضي عنها هل أفهم من حديثك أن هناك عدم رضا عما يجري داخل الائتلاف عدم رضا عما جرى بالأمس واليوم أيضا في الائتلاف السوري المعارض من بعض الأعضاء أو مقونات الائتلاف نعم سيدتي نحن ندينا منذ أكثر من سنة لتوحيد العمل العسكري وتوحيد القيادة العسكرية تحت المظلة السياسية حتى يكون هناك مرجعية حقيقية للثورة السورية ويكون هناك سياسة واضحة ومتمحورة حول تحقيق أهداف الشعب السوري وطموحاته في الانتقال إلى دولة سورية لكل المواطنين بغض نظر عن انتماءاتهم المذهبية أو الطائفية أو السياسية والأيديولوجية لذلك نحن من الفريق الذي ينادي ويعمل جاهدا لتبويب الصراعات وإنهائها من أجل توحيد الرؤية سواء كان في الداخل أو في الخارج والبحث عن حل حقيقي حيث أن الكرة في ملعب السوريين أنفسهم سواء النظام سواء المعارضة نحن اليوم كما قلت لك كل التفاصيل تصب في مصالح الدول الكبرى ومصالح إسرائيل ومصالح الإقليمية والدولية والذي يدفع الثمن هو الشعب السوري نحن نرغب بانتقال حقيقي لوقت كل التدمير وخروج كافة المسلحين غير السوريين من الأراضي السورية وجلوس السوريين مع بعضهم لمناقشة مستقبل سوريا على ضوء المسجدات الوطنية وتضمن كرامة على الشعب وإنهاء قضية اللاجئين السوريين الذين أصبحوا بالملايين خارج سوريا نحن اليوم نتعرض إلى كارثة كبرى أكبر من تفاصيل اجتماعات الإتلاف وأكبر من تفاصيل اجتماعات الحكومة السورية ومن يستندهم جميعا سيد زياد جلوس السوريين مع بعضهم لحل الأزمة السورية من يدخل ضمن هذا الاجتماع؟ هل تطرحون أيضا النظام أن يدخل ضمن هذه الاجتماعات لحل الأزمة السورية؟ هل نفهم ذلك؟ سيدتي هناك قرار لمجلس الأمن 218 وهناك اتفاق جينيف واحد الذي تم برعاية الأمم المتحدة وروسيا وأمريكا وبناء عليه عقدة مؤتمر جينيف 2 للبحث عن حل سياسي للأزمة السورية وإنهاء الصراع لكن نحن وجدنا أن هناك انسدادا حقيقيا في الأفق السياسي لدى النظام ومن يساعده هناك إدارة للصراع مستمرة من قبل القوى الكبرى سواء أمريكا أو روسيا روسيا تستخدم البيتو في مجلس الأمن وأمريكا تستخدم البيتو لمنع تسليح المعارضة وبالتالي متح مجال مستمر للتطرف ومجال مستمر لفصائل على الأرض السورية من خارج الأرض السورية واستمرار هذا الصراع بأجندات لا تخدم الشعب السوري على الإطلاق ذلك يجب البحث عن حل حقيقي له مرجعية واضحة مرجعية جينيف واحد يتحمل مسؤوليتها كل من النظام والمعارضة اليوم نحن لدينا إخفاق هائل في كلا الجانبين لذلك يجب البحث حقيقة بآلية جديدة في الخروج بمحددات أساسية لفهم هذا الصراع وفهم تداخلاته الإقليمية والدولية ووضع بصحة الشعب السوري في المرتبة الأولى سيد زياد ما تتحدث عنه من أن أمريكا تضع فيتو أمام تسليح المعارضة السورية لكن برأيك اليوم هل من قرار أو هل القرار بيد الجيش الحر بعدما رأينا من انتشار الجماعات المتطرفة على الأراضي السورية هل ممكن الحديث عن قوة أو قدرة للجيش الحر اليوم على الأرض سيدتي الجيش الحر أو فصائل المعارضة أو فصائل المسلحة الموجودة على الأرض السورية باختلافاتها هي بيئة حاضنة لشراء الولايات الإقليمية والدولية وبالتالي الموضوع يتعلق بالسوريين أنفسهم إذا كان لديهم استراتيجية واضحة وقرار يترفع إلى مستوى الأزمة السورية يجب عليهم أن يجتمعوا جميعا بوقف كل عمليات القتل وكل عمليات الإبادة سواء من النظام أو من المعارضة والتوجه لحل سياسي حقيقي يضمن إنهاء هذا الصراع بالسرع القصوى حيث أن الحديث عن فتح جبهة الجنوب الآن أصبح واردا جدا وإذا فتحت هذه الجبهة ستفتح نار جهنم على دمشق وعلى الجنوب وعلى باقي أجزاء سورية نحن لا ينقصنا دمار لا ينقصنا قتل لا ينقصنا تشريب نحن نقصنا وحدة استراتيجية لفهم القضية السورية والخروج منها ونحن يجب أن نقضي على شيء نسميه اتفاقية تايكس بيكو جديدة كيري لافروف لتقاسم مناطق النفوذ في المنطقة واستخدام الورقة السورية لضرب إيران وضرب استنزاف إيران وأيضا دخول روسيا بصراع مستمر وبالتالي نحن الآن على إجندة مفتوحة لا يعلم بها إلا الله وإلى متى فيمكن وقف هذه العمليات لذلك نحن بكل أمانة نتطلع ونعمل جاهدين لوقف كل النشاطات الجانبية التي لا تدعم وقف هذه العملية العتكرية ووقف تدمير داخل سوريا والبحث عن حل يضمن حقوق الشعب السوري وعودة المهجرين واللاجئين إلى أراضيهم سيد زياد ابقى معنا نريد التعليق منك على هذا الخبر الذي سنريده الأنحف أكد وليام بيرنز نائب وزير الخارجي الأمريكي ضرورة العمل على عزل الجماعات الإرهابية في سوريا وخلال إدلائه بشهادة أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي ضع بيرنز إلى تعزيز دعم ما سماه المعارضة المعتدلة نعمل على عزل وأضغاف الشبكات الإرهابية من خلال تعزيز جهودنا مع الحكومات الأخرى لوقف تدفق المقاتلين الأجانب إلى سوريا ووقف تمويل المجموعات الإرهابية ووصول السلاح إليها يجب علينا زيادة دعمنا لتعزيز المعارضة المعتدلة التي من دونها سيكون من المستحيل التقدم نحو عملية انتقالية من خلال جنيف اثنين أو أي قناة دبلوماسية أخرى سيد ياد كيف يفهم هذا الموقف من قبل بيرز حول العزل الشبكات أو جماعات الإرهابية سيدتي الإرهاب مدان بكل أشكال نحن أولدين أي تصرف إرهابي وأي سلوك إرهابي على الأرض السورية أو على أي بقعة في العالم نحن شعب متالم ونرغب بتمتع بجوم الحرية وجومنا الانتقال إلى العصر الذي يستحقه الشعب السوري تصريحات وليم بيرنس هي تدخل أو تندرج ضمن الرؤية الأمريكية المتبدلة والمترددة وغير الواضحة لإدارة الصراع نحن حتى الآن لم نرى إلا دموع سماسيح من الغرب وعلى رأسهم أمريكا في دعم القضية السورية ودعم طموحات الشعب السوري لم نرى عمل حقيقيا يساند الثورة السورية ويساند السوريين الوطنيين الذين يرغبون فعلا في انتقال حقيقي لسوريا إلى المستقبل يضمن رفاهية وحرية الشعب السوري لذلك نحن ننبه إلى خطورة سياسة جديدة قد تنتهج ضمن مرامج إدارة الصراع لذا أنا أكرر الحديث عن مسؤولية الشعب السوري ومسؤولية المسؤولين السوريين سواء في الأقوبة السورية أو في المعارضة لفهم التناقضات الحاصلة على السياسة الدولية والصراع الدولي الذي يحدث الآن على أوكرانيا بين روسيا والغرب عموما والصراع الإقليمي أيضا والدولي المتمحور بين إيران وأمريكا يجب أن نفهم هذه الصراعات تماما ونقيمها على ضوء مصالح الشعب السوري يجب أن تتقاطع مصالح الشعب السوري أولا ومن ثم تتقاطع مصالح الدول الكبرى لا العكس الآن ما يحدث هو العكس تماما هو مصالح الدول الكبرى تتقاطع على أرضنا وتتقاطع وتقطع من لحمنا ودمنا نحن لا نرى تحركا جديا على الإطلاق نرغب بوجود مبادرة حقية وجريئة وسجاعة من قبل الحكومة السورية لوضع حد لهذه التدخلات كاملة إذا كان لديهم قرارا في دمشق ونحن قلنا سابقا أن القرار مغيب القرار ليس في دمشق ليكذبون ويقولوا أن القرار في دمشق ليقولوا أننا مستعدون للتنازل عن السلطة للشعب السوري ليقولوا أننا لن نترشح مرة أخرى لقيادة سورية من جديد ليظهروا برنامجا سياسيا متكاملا يضمن كرامة الشعب السوري يكفينا دمارا ويكفينا قتلا سيد زياد قبل أن أسأل باختصار لو سمحت تطلب من الحكومة السورية أن تظهر برنامج سياسي كامل هل ترح الائتلاف برنامج سياسي كامل؟ البرنامج السياسي للمعارضة السورية كان متجاوبا مع جهود المجتمع الدولي وعلى رأس روسيا وأمريكا بمضالة الأمم المتحدة عن طريق جينيف 2 الذي يعتبر مرجعية جينيف 1 أساسا له وشهدنا كم كان هناك تسويس من وفد النظام والهروب إلى الأمام من الاستحقاقات الأساسية لمناقشة ووضع آلية لانتقال السلم إلى مستقبل سوريا لذا سيدتي البرنامج واضح ومعروف لا يمكن على الإطلاق للشعب السوري والمعارضة أو الحكومة السورية أن تتملف من الانتزامات الدولية لو كانوا متحدين منذ البداية لو كان هناك رؤية لدى الحكومة السورية وتجاوبت مطالب شعبها في الحرية والديمقراطية وحرية التعبير لما وصلنا إلى هذا الانتزام الخطير ولما وصلنا إلى هذا التدويل لذا هناك مسؤولية كبرى على حكام دمشق الآن أن يقوموا ببادرة حقسية إذا كان لديهم القدرة والاستعداد والنية ويستطيعوا التملف من الانتزامات التي وضعوها على أفكتهم تجاه روسيا وتجاه إيران لكننا نحن الآن نشكك في ذلك وعليهم أن يثبتوا عقصة ذلك إذن أسايد زياد أبو حمدان عضو الإتراف السوري المعارض حدثنا من رياض شكرا لك السمباتيك سليمان السبايعي أشهر السعوديين الذين ذهبوا للقتال في سوريا خرج ثم عاد عبر شاشة القناة الأولى السعودية في برنامج همومنا كشف عن قصة ذهابه إلى هناك وعن الأسباب التي جعلته واحدا من أشهر السعوديين الهزليين على برنامج كيك ليتحول فجأة إلى مقاتل في سوريا تقرير محسن ساسي الشباب السعودي في سوريا يلقى بهم الجبهات الأمامية وباتوا يتقاتلون فيما بينهم بحسب تأكيد أحد العائدين من تنظيم دولة العراق والشام الإسلامية داعش سليمان بن سعود السبيعي المعروف على موقع كيك بالسامباتيك جميع الشباب السعوديين اللي كانوا موجودين كان دورهم يعني دورهم مقاتلين هم اللي ترقاهم دائما على الجبهات الأولى الشباب السعودي اللي يذهب لسوريا كانوا ذهبين على كل ما قالوا على نيتا ولا يلتفت الأمور أخرى كان كل هدفهم كل اهتمامهم يعني القتال ذهابه إلى القتال في سوريا جاء بعد مقتل أخيه عبد العزيز الذي كان يقاتل في سوريا هذا السبب كان كافيا ويشكل سبعين في المئة من قراره بالذهاب إلى هناك السامباتيك أكد خلال استضافته في برنامج هومونة على التلفزيون السعودي أنه ترك القتال في سوريا وقرر العودة إلى السعودية بعدما تبين له بشكل جلي عدم وضوح صورة الجهاد في سوريا تلاونا الأخيرة يعني خاصة يعني ما في شيء يدل على مسمى جهاد يعني القتال كله بين الفصائل يعني الهدف الوحيد اللي تذهب ان تسعاله أن كنت تردع النظام هناك ما فيه أي قتال مع النظام الآن جميع الفصائل اللي تقاتل بعض فأنا أنصح يعني الشباب اللي موجودين هناك أنهم يخرجوا من الدائرة هذه قد ما يقدرون فالواحد على ما قالوا يسلم بنفسه من دم مسلم أهون عند الله يعني من أنه يقتل أخوه العائد من داعش كشف أن الجنسيات العراقية والسورية استحوذت على المناصب القيادية فيما كانت الجنسيات التونسية والليبية هي من تسيطر على غالبية أمور التشريع والفتاوى في داعش كان السامباتيك يشير أكثر من مرة إلى أن شهرته كانت الغنيمة التي بحث عنها مقاتل تنظيم داعش في إرسال يسائلهم وأفكارهم وقراراتهم ودعواتهم الآخرين إلى النفير لكن السامباتيك لم يكن يجرؤ من خلال حسابه على حذف تغريدة فيه بعدما استولت عليه داعش ليبقى السؤال مطروحا حول كيفية تمكنه من حذف التغريدات التكفيرية والحسابات العائدة لمقاتلين من داعش قبل أن يعود ويسلم نفسه للسلطات السعودية على رغم من الترويج الأعلامي الضخم الذي اعتمدته إسرائيل في الكشف عن الاستيلائي على السفينة كلوثي تعاني اليوم تل أبيب خيبة كبيرة من جراء تعاطي الأعلام الغربي مع هذه القضية تقرير منال إسماعيل الإحباط الإسرائيلي العميق هو ما دفع إسرائيل بحسب معاريف للبحث عن أدلة تدين إيران وتثبت أنها لم تغير جلدها فوجدت ضالتها فيما تقول إنها سفينة تحمل أسلحة وجهتها غزة لكن الدعاية الإعلامية التي أدارتها إسرائيل حول الاستيلاء على السفينة لم تفعل فعلها فكانت النتيجة خيبة أمل إسرائيلية من مستوى الاهتمام الإعلامي الغربي الذي جاء دون التوقعات عقدت مؤتمرات صحافية كثيرة في إسرائيل وهناك الكثير من الصور الكثير من التصريحات أمام عدسات الكاميرات وفي الوقت الحقيقي من داخل غرفة القيادة لكن في العالم ليس هناك تقريبا أي ذكر لقضية السفينة بعد يومين على الكشف عن العملية التي تعتبر مهمة من الناحية العسكرية لم تؤدي إلى إنجاز إعلامي عالمي كما الأمر في إسرائيل الاهتمام العالمي موجه نحو أوكرانيا وقضية السفينة لم تذكر تقريبا في الإعلام العالمي حتى المؤتمرات الصحفية التي خطط لعقدها بعد وصول السفينة إلى إيلات يبدو أنها أيضا لن تحقق شيئا الإخفاق في الترويج الدعائي لضبط السفينة قابله ارتفاع في وطيرة التساؤلات حول الغايات الحقيقية من توقيت الكشف عنها فيما القوات لا تزال على مسافة بعيدة جدا عن إسرائيل هل ثمت من حاول التسريع عن هذا الإعلام في محاولة لنشر شيء ما ضد إيران على المستوى الدبلوماسي السياسي فيما رئيس الحكومة نتنياهو موجود في الولايات المتحدة برغم الحملة الإعلامية الإسرائيلية الواسعة والمنقطعة النظير للترويج للعملية يبدو أن إسرائيل لم تحقق شيئا يقول محللون فإسرائيل أرادت تحويل حدث عسكري إلى حدث إعلامي حتى بات الهاجس الإيراني لا يفارقها وتحولت لتصبح إسرائيل التي تتحدث طوال الوقت فقط عن الموضوع الإيراني أهلا بكم من جديد تصعيد سياسي في أربيل يزيد من هوة الخلافات بين الحكومة المركزية في بغداد وبين السلطات إقليم كردستان بعد الموافقة المدائية للحكومة المركزية الصيف الماضي على تحويل قضاء حلبج شمال العراق إلى محافظة اتخذ رئيس الإقليم مسعود برزاني قرارا أحادي الجانب بتنفيذ الخطوة من دون العودة إلى الآليات الدستورية التي يحددها البرلمان قرار برزاني ليس الأول في اشتعال الأزمة مع الحكومة المركزية لكن الأسباب وكما يصرح الطرفاني تعود إلى الخلافات على حصة الإقليم في الموازنة العامة أولا وحول قضية تصدير النفط إلى تركيا إضافة إلى دور البشمرك العسكري في الدولة وخلافات حول كيفية مواجهة الإرهاب يسأل نواب في اتلاف دولة القانون عن المصادر المالية التي ستؤمن ميزانية المحافظة ومن أين سيأتي بها برزاني هل يسعى من خلال اتخاذه قرارات أحادية لتثبيت أمر واقع في سياقية محاطة الانفصال ماذا أولا من أربيل وقرار برزاني مدينة حلبجة غير المتنازع عليها باتت موضع نزاع برز في الساعات الأخيرة بين بغداد وأربيل برزاني يوجه حكومة الأقليم ببدء إجراءات تحويل القضاء التابع للسليمانية إداريا إلى محافظة ستكون الرابعة ضمن حدود الأقليم أنا أعتبر بأن المسألة ستتجه إلى الكونفدرالية وربما ليست كونفدرالية مع العراق بل مع دولة مجاورة أخرى خطوة برزاني جاءت ردا على عدم استجابة بغداد بتحويل حلبجة إلى محافظة يبرر رئيس الأقليم وفق صلاحيات يرى أنها من حقه المادة 110 من الدستور العراقي والمادة 115 والتي تنص على أنه كل ما لم ينص عليه في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية تكون من صلاحيات الأقاليم والمحافظات الغير منتظمة في إقليم والصلاحيات الأخرى المشتركة بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية تكون فيها الأولوية لقانون الإقليم هي الورقة الثانية إذن يستخدمها الإقليم في غضون أيام للضغط على بغداد أمس كان قطع مياه سديدوكان الذي يغذي محافظتي كاركوك وصلاح الدين واليوم تتحول حلبجة إلى محافظة بدون موافقة المركز فيما الترقب يسود الشارع الكردستاني بشكل خاص والعراق بشكل عام حيال الورقة الثالثة التي يمكن أن يكشف عنها برزاني قريبة استحداث محافظة حلبجة لا يترتب عليه أعباء مالية إضافية يرد كردستان على المشككين بقراره فهو لن يحتاج سوى تخصيص راتب للمحافظة وبعض المدراء العامين فيما إصدار الهويات وتغيير لوحات السيارات فسيكون على مراحل تدريجية محمد كريم أربيل الميادين خطوة غير جادة ودعاية انتخابية مدغدغة لمشاعر الأكراد هكذا وصف اتلاف دولة القانون الحاكم تحرك رئيس إقليم كردستان العراق نحو إعلان قضاء حلبجة محافظة تضاف لمحافظات الإقليم الثلاث إقليم كردستان يصعد لهجته تجاه حكومة بغداد الاتحادية مرة أخرى تهديدات بالانفصال وصلت حدتها بالتوجه إلى إعلان قضاء حلبجة في السليمانية محافظة مستقلة من دون انتظار رأي حكومة بغداد المركزية تحرك الإقليم اعتبره الائتلاف الحاكم تجاوزا لدستور البلاد النافذي وهيبة رئاستي الجمهورية والوزراء تهديدات غير صحيحة وغير مناسبة ولا اهتليق في معالجة القضايا الخلافية بين الإقليم وبين المركز بالتأكيد هي لا تخيف أحد وهي تأكيد مرة أخرى على مدى مخالفة حكومة الإقليم للدستور سبق تهديدات الإقليم الأخيرة تحركات وصلت حد خفض كردستان مناسب المياه عن المحافظات العراقية والسبب اعتماد التوافق في القرارات بين الطرفين لعقد من الزمان يقول مراقبون وركن الدستور الذي يفترض أن يكون مشرعا وفاصلا في الأزمات وعدم وجود قانون واضح لتنظيم علاقات بغداد وأربيل كان يفترض منذ عام 2006 يكون هناك قانون ينظم العلاقة ما بين الإقليم وبين الحكومة المركزية هذا القانون من المتعذر أن يصدر على اعتبار أن الإقليم سوف يضغط بشكل قوي جدا لعزل الإقليم كردستان عن سيطرة الحكومة المركزية ويرى مراقبون ازدواجية في تحرك الإقليم وأعلان الوحدات الإدارية فيما رفض الإقليم فيه رفع الحكومة العراقية قانونا للبرلمان يقضي بتحويل أقضية طوز خرماته وسهل نينوى وتلعفر إلى محافظات المؤشرات على أرض الواقع السياسي تشير إلى أن زمن التوافقات بين القادة العراقيين ربما قد ول وبذلك فإن البلاد أحوج ما تكون اليوم إلى مخارج جديدة لأزماتها المعقدة عبدالله بدران بغداد الميادين وحول هذا الموضوع معنا من بغداد النائب في البرلمان العراقي عن اتلاف دولة القانون السيد خالد الأسادي نرحب بك وأيضا معنا من أربيل المستشار الأعلامي في البرلمان الكردساني طارق جوهر أيضا نرحب بك سيد طارق ونبدأ معك بالسؤال يعني أوصال بغداد تقول بأن هذه دعاية انتخابية ما قام به البرزاني هو دعاية انتخابية ودغدغة لمشاعر الأكراد بالإضافة إلى أن هذا القرار يفتت العراق لماذا قد يقوم البرزاني بخطوة أحدية الجانب نعم مساء الخير أهلا بكم وأهلا بضيفك الكريم عقيقة موضوع حلبشة ليس دعاية انتخابية هذا الموضوع استحداث محافظة حلبشة هي ليست جديدة كأنما كان نظام صدام موجودا في بغداد في 1999 فالأمان كردسان قرر استحداث عدة محافظات منها حلبشة وأيضا رانيا وغيرها من المناطق في كردسان بسبب نسبة سكانها واحتياجها إلى رفع درجة الخدمات لداري في هذه المناطق حلبشة لديها خصوصية أصبع حلبشة أحد الرموز الدولية بسبب عمليات الاستخدام الاستحار الكيميائي ضد سكان مدنيين في هذه المدينة من خلال نظام السابق كان ينبغي على الحكومة الاتحادية وعلى البرلمان الاتحادية أن لا يتباطئوا في تأجيل حسن موضوع تسمية حلبشة سيد طارق لماذا لم ينتظر البرزاني الأليات الدستورية اللازمة لاتخاذ هذا القرار نعم هذا يعود إلى أن الشعب كان في مدينة حلبشة بدأوا يتظاهرون وخرجوا إلى الشوارع في عدة مظاهرات طالبوا الحكومة الاتحادية بالإسراء والبرلمان الاتحادية بالإسراء في تسمية حلبشة كمحافظة وتحويلها إلى محافظة وهم يطالبون بتحويل هذه المحافظة قبل ذكر استخدام الاستحار الكيميائي في هذه المحافظة في 16-3 من هذا الشهر لذلك أعتقد أن قرارة الرئيس الأقليم جاء بتوصية لحكومة أقليم كونسان باتخاذ الإجراءات الإدارية حتى إذا اتخذ القرارة في بغداد فأعتقد أن جانب التنفيذي تقع على الحكومة في إقليم كونسان لتتخذ التدابير واحتياجات من هذه التحداث المؤسسات الإدارية الجديدة في هذه المحافظة هذه هي خطوة سبب تباطئ وعدم تنفيذ الحكومة الاتحادية لوعودها للشعب حلبشة ولسكانها بالضحايا سيد طارق ابقى معنا سننتقل إلى سيد خالد بالأسد يقول سيد طارق من أربيل سيد خالد بأن الأليات التنفيذية أو الخطوات التنفيذية تقع على عاطق حكومة أقليم كردستان ما المشكلة في استحداث أو في تحويل حلبشة إلى محافظة؟ أين المشكلة في ذلك إذا كانت كل الأليات التنفيذية تعود إلى حكومة كردستان؟ بسم الله الرحمن الرحيم هو بكل تأكيد لا يوجد تال من ناحية البدائية حق تحويل بعض الأقضية إلى محافظات بإثبار أن السور الاراقي كفل ذلك وإضاء قانون المحافظات رقم 21 أيضا كفل آليات دستورية وقانونية لتشكيل المحافظات هو تحويل الأقضية إلى محافظات من ناحية البدائية لا مشكلة في ذلك لكن بكل تأكيد حتى تتحول قضاء أو منطقة إلى محافظة هناك آليات قانونية ودستورية ينبغي أن تمر بها ومثل ما هو محدث قانون ينبغي أن يصدر قرار في المجلس الوزاعات ثم بعد ذلك يتحول القرار إلى تشكيل قرار في مجلس النوار حتى ينبغي أن يتحول منطقة القضاء إلى محافظة ضمن المحافظات التي حددت القانون بتشكيل المحافظات من الناحية العملية يمكن البدء لحكومة الأقضية بتشكيل بعض الوحدات الإدارية بعض الأبنية ومنشعات ولكن لا يمكن إعلان حالفش محافظة من هذه الإجراءات القانونية سوف إذا ما أراد أن القليل منجي لا ننطرف حتى سوف تبقى إجراءات سيد خالد هل تعتبرون هذا القرار قرار سياسي أم قرار قانوني لا يعني هو مثل ما تعرفون هو جزء من محاولة تحكيد الرأي العام الكردي بنوع من المواقف المتسلدة أو متشنجة ومحاولة اتعام الحكومة الاتحادية دائما كوسيلة لكسب الرأي العام الكردي وهذه العروفة للقضاء للقرار السياسيين لكن بالحقيقة لا يوجد مشكلة أمانك قرارات اتخذها من جسد مزراء فيما يتعلق بحلف شيرل وإنطوز خرمات وكل الأقضية التي ترغب فيها تتحول إلى محافظات لا توجد أي شيء من ناحية مدعية نعم يمتغل مضيب الإجراءات القانونية سيد خالد الأسد نائب عن اتلاف دولة القانون حدثاً من بغداد شكراً لك سيد تارك أعود إليك بالسؤال هذا القرار ألا تعتبره خطوة باتجاه زيادة التشنج بين أربيل وبغداد؟ نحن لسنا مع التصعيد وزيادة التشنج بين بغداد وأربيل بالعكس نحن نستغرب من لهجة التصعيد من قبل الحكومة الاتحادية حقيقة هي حكومة اتحادية ولكن العقلية تحكم في بغداد هي حكومة الشمولية والمركزية وحكومة الشخص الواحد وقرار الحزب الواحد والتيفئة الواحدة وهذا ما يخيثنا لأن هذا خطر كبير على الديمقراطية وعلى الفيدرالية في العراق نستمع في كثير من المرات من السياسين يتحدثون بأن حكومة المركزية لا توجد حكومة مركزية وفي قد السور الحكومة يجب أن تكون حكومة اتحادية توزيع الصلاحيات بين المحافظات والقاليم والحكومة الاتحادية هناك قرار صدر من مجلس الوزراء الاتحادي نعم سيد طارق سيد طارق نعتذر وهي مرات كردستانية سيد طارق نعتذر لذيك الوقت انتهى الوقت سيد طارق جوهر المستشار الاعلامي في البرلمان الكردستاني حدثنا من أربيل شكرا لك أين تقع حلبجة والمناطق المتنزع عليها بين بغداد وأربيل في هذا التقرير السلام عليكم هنا تقع حلبجة بمحاذاة الحدود الإيرانية لمجرد ذكرها تعود إلى الأذهان فورا ذكرى أليمة بمذبحة أفقدتها خمسة ألاف شخص من مواطنيها الكرد في السادسة عشر من الشهر الحالي تحيي حلبجة الذكرى السادسة والعشرين لتعرضها للقصف الكيميائي من قبل قوات الرئيس العراقي الراحل صدام حسين حكومة إقليم كردستان تتهم حكومة بغداد بالعدائية تجاه هذه المدينة يشكو سكنوها نقصا في الخدمات والحاجات الضرورية في حزيران يونيو من العام الماضي قرر الإقليم تحويلها إلى محافظة الحكومة العراقية المركزية أحالت القرار إلى مجلس النواب نهاية العام الماضي إلا أن القرار لم يبت فيه بعد فلم ينتظر إقليم كردستان موافقة بغداد واتخذ القرار بنفسه ليضيف محافظة جديدة على محافظاته الثلاثة الأخرى دهوك، أربيل، والسليمانية في المقابل ترفض أربيل تحويل تسخرماتو وتلعفر ضمن المناطق المتنازع عليها إلى محافظات اعتبرت ذلك انتهاكا صارخا للدستور المناطق المتنازع عليها مصطلحا يطلق على مجموعة من الأقضية والمناطق المحددة ضمن المدة 140 من الدستور العراقي في اللون الزهري تظهر المناطق المتنازع عليها وهي جزء من منطقة الحكم الذاتي الكردي تضم عقرة، جمجالة، واكلة في اللون البني تظهر المناطق المتنازع عليها وهي تخضع لسيطرة الحكومة المركزية وتضم محافظة كاركوك وأجزاء من محافظات نينا وصلاح الدين، ديالا وواسط النزاع على المناطق ليس الخلاف الوحيد بين الحكومتين واليوم قرار أربيل بتحويل حلبشة إلى محافظة من دون انتظار الموافقة النهائية من بغداد سيزيد الأمور توترا على توتر إلى العنوين الجيش السوري على مشارف يبرود بعد استعادته مزارع ريمة وجلسة عاصفة للإتلاف المعارض تخللتها اشتباكات بالأيدي برزاني يصعد المواجهة مع الحكومة المركزية ويقرر من جانب واحد تحويل حلبشة إلى محافظة وإتلاف دولة القانون يرى في القرار تفتيتاً للدولة العراقية ختاماً شكراً للمتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة